صباح الخير لكل المتتبعين والمستمعين الكرم مستهل صباح الرياضة وديع بالحديث عن الجولة الخامسة من دور أبطال أوروبا ريال مدريد يتأهل إلى الثومن بعد تعادله مع باريس سان جرمان بهدفين لمثلهما بالفعل اسماء في ليلة ماطرة في العاصمة الإسبانية مدريد اقتنصت أقدام لعبين نادي الملكية بطاقة العودة الأمان إلى محطة ثمنة نهائية في حين خلفت الموعد مع فرصة إسقاط باريس سان جرمان في ملعب سانتياغو بيرنابيو بعد الاستسلام لأحكام العشر دقيقة الأخيرة أحكام نتق بها رفاق نيمار دا سيلفا بالاستناد إلى السرعة النهائية والقاضية بقلب الطاولة على الميرينجي وفرض التعادل هدفين في كل شبكة الكل كان مثاليا بالنسبة للمدرب الفرنسيز دينزيدان الذي خطع رسما تكتيكيا ناجعا خاصة في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم أبيض منذ دقيقة السبع عشر عبر قائد الهجوم كاريم بنزيمة شوط شهد فصلا جديدا من فصول تقنية الفار حيث أعلن الحكم ركلة جزاء للنادي الباريزي وترد الحارس كورتوا قبل أن تتدخل شاشة الفار لتحول قرارات الحكم إلى صراب بداع خطأ مسبق على مارسيلو وخلال الشوط الثاني دفع تخيل بنيمار دا سيلفا أملا في إقاف سيطرة الريال على وسط الميدان بيد أن بنزيمة سيظهر مجددا في حدود دقيقة الثمانين معلنا ثاني الأهداف للنادي الملكية فرحة الجمهير المدريدية بفوز شبه مضمون لن تدوم حتى دقيقة كاملة حيث سغل كيليا نيمبابيخة دفاعيا فادحا لفارانا ليتكفي بعدها سرابيا بدقيقتين بتدوين هدف التعادل لتنتهي القمة إذن بتقاسم النقاط والتأهل معا إلى دور الثمان